رحبت مؤسسة حياة كريمة بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النوابي له والذي يهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة وأشهدت مؤسسة حياة كريمة بهذا القرار معربة عن فخرها بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسي مشيرة إلى مساهمتها في تأسيسه منذ مارس 2022 ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري